للشعب جمهوري العربي السوري أهلا وسهلا بكم أهلا وسهلا بكم نحن مشاركين اليوم كوفد برلماني شبابي لنؤكد اليوم على دور الشباب في جميع أنحاء العالم في البرلمانات على المشاركة الفعالة والناجحة أيضا في التعزيز الحد من تأثير السلبي للمناخ على الشعوب في بلادنا بكل تأكيد اليوم مصر العربية التي نحن نعتز فيها كسوريين عم تأخذ دور ريال كما كانت في السابق بدور الوجود السياسي والوجود البرلماني والإضافة للمساعدة أيضا في تشريعات جديدة تضمن سلامة الأمن خلينا نسميه الحد من المناخ في حول العالم طبعا حضراتكم متابعين أكيد من الصبح أن النهاردة مدينة شرم الشيخ كانت بتشهد وقائع للمؤتمر العالمي التامن للبرلمانيين الشباب طبعا ده حصل بالتعاون ما بين مجلس النواب المصري من جهة والاتحاد البرلماني الدولي من جهة أخرى وده تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية سيد عم الفتاح السيسي المؤتمر يا سادة لمدة يومين بإذن الله هيبقى فيه أربع جلسات تفاعلية ما بين البرلمانيين الشباب وممثلي لمنظمات المجتمع المدني والخبراء أستأذنكم أن احنا عاوزين برضو ننقلكوا جزء آخر من وقاع هذا المؤتمر وبعدين نرجع نكمل الكلام حياة العريش نائبة برلمانية في مجلس النواب المملكة المغربية اليوم قادمون من المملكة المغربية للدولة الشقيقة العزيزة على قلوبنا وعلى العالم كله دولة مصر لاحتضانها هذا المؤتمر العالمي للشباب في مجال حماية للبيئة نحن دورنا كشباب نحن المستقبل نحن الخلف الخلف طبعا للإقادة أعطونا المشعل لنضيء كشباب مهمة هذا التكليف قبل أن يكون تشريفا لنا كشباب لحضور مثل هذا المؤتمر الذي يهدف إلى الحماية العالم ليس فقط دولة محددة حماية العالم من تغييرات المناخية تغييرات المناخية أصبحت في يومنا هذا تشغل بال العالم أنها لو للمناخ أو البيئة لن نعيش في بيئة جيدة نحن كشباب برلمانيين دائما نهدف لما هو أجمل وما هو أرقى لما هو نعيش في بيئة وفي تلائم وفي تلاحم وفي سلام وفي مناخ جيد يحفظ سلامة وأمن جميع العالم شكرا طيب زي ما حضراتكم برضو ممكن تكونوا متابعين بس خلونا من باب الاستزادة أن المؤتمر بيمثلوا الأول مرة أنه بتعقد دولة مؤتمر برلماني منفصل خد بالك قبل أشهر من استضافتها لدورة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ كاب 27 زي ما حضراتكم عارفين بإذن الله في شرم الشيخ نستضيفه في شهر نوفمبر القادم